السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جامعة الدمام عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع في البداية قبل ما نبدأ بمحاضرة اليوم وهي المحاضرة الرابعة كثير من الطلاب على المنتدى كان لهم سؤال حول طريقة سحب العين العشوائي البسيطة العينة العشوائية البسيطة بدأ حاول أعيدها بشكل سريع نعطي بعض الأفكار الرئيسية بس وإنه كيف تصير هذه العملية طبعا زي ما حكينا وكتبنا لكم في المحاضرة السابقة أنه بالنسبة للعينة العشوائية العينة العشوائية البسيطة البسيطة من أهم شروطها زي ما حكيت في المحاضرة السابقة أنه حجم المجتمع حجم المجتمع معروف مسبقا معروف مسبقا اثنين وهذا شيء مهم أن المجتمع متجانس أي أنه ما في فرق بين أفراد المجتمع واحتمال أنه نسحب أي فرد من هذا المجتمع هو مساوي لاحتمال سحب الفرد الآخر في نفس المجتمع الموضوع يدور أو الطريقة تدور بالشكل التالي أنه أنا عندي حجم المجتمع حجم المجتمع والذي نرمز له بالرمز capital N معروف دائما هذا الرمز في اللغة الإنجليزية يشير إلى حجم المجتمع كما أنه small N تشير إلى حجم العينة فعندما يكون خلنا مثال إحنا عندما تكون capital N تساوي ألف الآن الطريقة تقوم على أنه نعمل coding أو نعمل ترقيم لجميع أفراد المجتمع اللي هم في مثالنا كانوا ألف فاللي بيصير أنه دائما نحاول نطرح واحد من الألف لما منطرح واحد من الألف ناقص واحد بصف عندي تسعمية وتسع وتسعين شخص أو يعني الرقم تسع وتسعين الآن بعمل coding لألف شخص هذولا بحيث أبدأ من الزيرو زيرو 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 بعطيه لأول شخص من الألف الشخص الثاني بعطيه رقم صفر صفر واحد وبكمل أو بتابع بي حتى أصل أو أرقم التسعمية وتسع وتسعين شخص الآن أنا عملتهم طرحة واحد هي عملية تنظيمية في جداول الأرقام العشوائية جداول الأرقام العشوائية مشان سهولة لهنا يعني صار عندي ثلاث منازل ثلاث منازل لما بصير أختار أنا من الأرقام جداول جداول الأرقام العشوائية لما بصير أخذ كل ثلاث أرقام بصير علي عملية أسرع في أنه هذا الرقم يصادف يصادف أنه موجود من ضمن هذه العية يعني مثلا أنا عندي الأرقام زي ما حكينا لكم في جدول الأرقام العشوائية بتتكون من خمس منازل لو خلنا مثال مثال 2 3 4 5 6 هذا رقم موجود في جدول الأرقام العشوائية قد يكون رقم ثاني آخر موجود بهذا الشكل عشوائيا طبعا 1 5 7 1 0 وهكذا زي ما قلنا هو عبارة هذا الجدول أو جدول الأرقام العشوائية عبارة عن عدة أعمدة عدة أعمدة وكل عامود بتكون من مجموعة من الأرقام العشوائية وكل رقم بتكون من خمس منازل فأنا الآن لما بنظر إلى حجم المجتمع اللي هو ألف فأنا لما طرحت واحد حولت عدد منازل الألف من أربعة زي ما احنا شايفين واحد صفر 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 عددهم أربعة حولتهم إلى ثلاث فبالحالي هاي أنا بصير أخذ ثلاث يكفي أخذ مثلا أول ثلاث أرقام يعني بأحكي 234 صاحب الرقم اللي يحمل هذا صاحب الشخص الذي يحمل هذا الرقم 234 أنت تعال وكون في العينة صاحب الرقم 124 أنت في العينة 157 أنت كذلك في العينة لو بدي أخذ أربعة لو ما نطرحت من الواحد هون بدي أخذ أربع منازل فلما بدي أخذ أربع منازل أنا لغاية هون بتتصير ما أجعل أول رقم بقول صاحب الرقم 2345 2345 ما رح ألاقيه 1246 ما رح ألاقيه لأنه أنا وكأني زدت أو انتقلت إلى أربع منازل بدل الثلاثة اللي هم سهل إني أوجدهم سريعا يعني كل رقم ممكن أستفيد منه فهذا السبب طبعا هو لأنه ألف اخترت جزء لو اخترت خمسة آلاف لو كانت أن تساوي خمس آلاف هون عندي أربع منازل لو اطرحت منهم واحد بيبقوا أربع منازل ما رح تفرق معاي إذن لو تركتهم زي ما هم ما في مشكلة لكن المشكلة إنه الألف إذا خليتهم ألف صاروا أربع منازل ففي عندي مشكلة في اختيار العينة لكن لما بطرح منهم واحد بحولهم من أربع منازل إلى ثلاث منازل بصير علي العملية سهلة في اختيار الأرقام العشوائية التي سوف تمثل أفراد الأفراد اللي ممكن أختارهم لهذه العينة بنعود إلى طريقة العين العشوائي البسيطة حكينا بنعيد مرة ثانية أنه برقم أنا الأفراد المجتمع كاملين من الصفر إلى التسعمية وتسعة وتسعين ولكن باخذ بعين الاعتبار أني بكتب الأرقام بثلاث منازل وبصير أقرأ أرقام باخذ ثلاث منازل من الأرقام العشوائية وصاحب الرقم مثلا 234 تعال إلى العينة أنت صاحب الرقم الذي يحمل الرقم 124 أنت في العينة باستمر حتى أحصل إذا كنت أنا عامل حساب من البداية أني بدي أخذ بدي أخذ عينة حجم العينة هذا حجم العينة حجم العينة أو العينة إذا كنت عامل حساب بدي أسحب مية فأنا بسحب المية باستخدام جدول الأرقام العشوائية بحيث أنه بقرأ هؤلاء أرقام هؤلاء المية من بين الألف من خلال جدول الأرقام العشوائية وبهذه الطريقة حقيقة نختار أشخاص بطريقة عشوائية أنا عندما اخترت صاحب الرقم 234 من بين الألف أنا لا أعلم من هو صاحب هذا الرقم أو صاحب الرقم 124 أو 555 أو 998 إلى آخره أنا لا أعلم من أصحاب هذه الأرقام لذلك حقيقة بتكون هذه أو الأشخاص اللي اخترناهم لهذه العينة بكونوا فعلا هم عشوائيا أختيروا بحيث يمثلوا تمثيل حقيقي للمجتمع عندما تكون العينة بطريقة عشوائية بدون أي تحيز أو تميز لبعض أفراد هذا المجتمع معناته إحنا نحصل على عينة نموذجية عينة نستطيع أن نعمم نتائجها على مستوى المجتمع هذه مهمة جدا العينة عندما تكون صح طريقة سحب العينة في أي دراسة إحصائية من أهم مراحل البحث العلمي هي الأهم على الإطلاق أن تختار العينة المناسبة وبالتالي أن تكون طريقتك لجمع البيانات أو لسحب أفراد هذه العينة أن يكونوا بشكل أو أن يكونوا بشكل عشوائي مطلق حتى تكون الدراسة صحيحة 100 في المئة إذن هذه بس حبيت عيد لأنه في ناس سألوا على المنتدى أنه كيف تتم بالضبط طريقة العينة العشوائية البسيطة بالنسبة كمان في سؤال يعني ورد في المنتدى حول العينة الطبقية العينة الطبقية استراتيفايد نسموها ونحن بعد ما بعد مقسم المجتمع غير المتجانس إلى عدة مجتمعات مثلا مثلا خلينا نقول إلى ثلاث مجتمعات هذه كبتل أن عندي مجتمع الكبير أنا ما بعرف حجمه ولكن أنا بعرف أن هذا المجتمع مقسم إلى عدة أقسام يعني غير متجانس فأنا بحاول أجزئ هذا المجتمع الكبير بناء على تجانس أفراده فأنا بنظر مثلا في منطقة معينة في بلد ما أن هذه المنطقة بلاحظ أنه متجانسين فبضحهم مع بعضهم البعض مثلا في منطقة ثانية عندي كمان مجموعة من أو مجموعة من المجتمع متجانسة بضحهم مع بعضهم البعض في مجتمع ثالث برضو بلاحظ أنهم متشابهين في ومتجانسين إذن بضحهم مع بعضهم البعض بحيث في هذه الطريقة أنا قسمت أو استطعت أن أحصي عدد أو حجم المجتمع كامل من خلال المجتمعات الجزئية الثلاثة يعني أنا من هون أنا اللي بكون معي في السؤال معطة الموجود معي في السؤال وبيكون معطة في السؤال هو الحجوم الثلاثة اللي هم بساوى عندنا مجموحهم لو جمعناهم بعطوني حجم المجتمع الحقيقي وبناء عليه وطبعا بالسؤال كمان بتكون معطاها لـ تكون معطاها في السؤال وبالتالي أستطيع الآن أن أسحب عينة من كل مجتمع جزئي يعني المجتمع كابتل أن ون بسحب منه سمول أن ون المجتمع كابتل أن تو بسحب منه سمول أن تو عينة تناسب حجم هذا المجتمع وكذلك الأن ثري بسحب منه عينة صغيرة تناسب حجم هذا المجتمع اللي بصير عندنا في هذا النوع من العينات أو سحب العينات أن هذه الحجوم تكون مختلفة تكون مختلفة قد يكون أنوى مثلا ألف فيها لكن هنا في مثلا أشرين ألف وهنا بجوزة يكون مية فقط إذن إذا أردت أن أسحب عينة من مجتمع اللي حجمه ألف يجب أن يختلف العدد اللي بسحبه فيه المجتمع اللي فيه ألف يختلف عن اللي فيه مية واللي فيه مية يختلف عن اللي فيه عشرين ألف لذلك زي ما حكينا لكم في المحاضرة اللي أخذناها سابقا أنه أنا حتى أوزع أنا مثلا لو قلت أنه أنا عندي بدي أسحب هذه بتكون معطاة هذه تعطى مسبقا يعني أنا مثلا بدي أصمم عينة هذه الدراسة أنا بدي أسحب منها عينة مئة إذن هذه بتكون معانا في البداية وبيكون معطى معانا كذلك اللي هم المجموعات الجزئية كابتل أن واحد كابتل أن اثنين وكابتل أن ثلاثة الآن بهذه الطريقة اللي بيصير أنه أنا بدي أوزع لسمول أن أقسمها إلى ستتقسم على أساس أن واحد وأن اثنين وأن ثلاثة بحيث أنه مجموحهم أن واحد زائد أن اثنين زائد أن ثلاث لازم يعطيني بالتالي هو الأن اللي هي هدف اللي أنا بدي أسحبه من المجتمع الكلي كابتل أن حتى أحقق وحتى أخذ بطريقة نسبة وتناسب وأنه يكون عدد لسمول أن يتناسب مع حجم المجتمع الجزئي هناك قانون الإحصاء قدم هذه الخدمة للعلوم الأخرى ولأصحاب الأبحاث الباحثين قال أنه أن واحد تستطيع أن تأخذ نسبة كابتل أن واحد أن تسحب سمول أن واحد من كابتل أن واحد تسحبها بطريقة نسبة وتناسب أنك تأخذ سمول أن على كابتل أن هذه هي النسبة نسبة العين إلى نسبة المجتمع الكلي وتضربه في كابتل أن واحد هذه الطريقة فعلا بتعطيني حجم عين جزئي يتناسب مع الحجم الموجود عندنا في هذا السؤال يعني إذا بدي أطبق القاعدة أو القانون اسمول أن عندي مية كابتل أن اللي هم المجموع كابتل أن اللي هو ماذا يساوي كابتل أن هنا ممكن نكتبه بس للتوضيح اللي هو الألف زائد مية زائد العشرين ألف فإذا حسبناهم بطلع عندي واحد وعشرين ألف طبعا بطلع مجموحهم واحد وعشرين ألف ومية مية طبعا ضرب أن واحد قديش عندي أن واحد ألف إذن بهاي الطريقة دعم الاختصاراتي وبحسب قديش اسمول أن واحد وكذلك اسمول أن اثنين وكذلك اسمول أن ثلاث بنفس الآلية السابقة الشيء اللي يمكن كان هو السؤال الرئيسي في بعض الطلاب أنه السمول أن هذه أنا لما بدأ سحب سمول أن واحد من كابتل أن واحد أنا بسحبها بطريقة العين العشوائي البسيطة إذن خلينا أكتب هذه الملاحظة ملاحظة هنا نستخدم طريقتين لسحب أفراد العينة الطريقة الأولى الأولى العينة الطبقية باستخدام العينة الطبقية والطريقة الثانية أما الطريقة الثانية أما الطريقة الثانية فهي العينة العشوائية البسيطة البسيطة إذن أنا بصير أعتبر هنا سمول أن واحد هي حجم عينة جزئي بدأ أسحبه من حجم العينة من حجم المجتمع الجزئي إذن باجي برقم الألف سيما اشتغلنا في العينة العشوائية البسيطة برقم الألف وبأسحب منهم سمول أن ون حسب ما بيطلع معاي هنا في في تقسيم تلال سمول أن واحد والسمول أن اثنين والسمول أن ثلاث ما جعل العشرين ألف برقم العشرين ألف وبستخدم الأرقام العشوائية وبستخرج منهم العدد اللي مطلوب مني من سمول أن ثري وهكذا بالتالي أنا بسحب بعدد أفراد سمول أن واحد من كابتل أن واحد وسمول أن اثنين من كابتل أن اثنين وسمول أن ثلاث من كابتل أن ثلاث بهذه الطريقة بنكون سحبنا بمجموع لثري أنز سمول أنز بيكونوا هم مكونين للعينة التي أنا قررتها مسبقا وهي مثلا زي ما أنا قايل هنا مية هذه هي مية إذن بسحب المية بنسبة وتناسب يتناسب مع حجم المجتمعات الثلاثة الجزئية هذه بس حبيت يعني نعيد أو نحاول نعيد نشرح الطريقتين اللي هني يعتبروا مهمات وزي ما قلت من أهم مراحل البحث العلمي هو أنهم يختاروا الطريقة المناسبة للبحث المناسب في نهاية المحاضرة الماضية بدأنا أو بدأنا فيه عنوان جديد اللي هو بناء بناء التوزيع التكراري وهذا وهذا التوزيع زي ما حكينا برضو في المحاضرة الماضية هو صحيح اسم التوزيع التكراري لكنه ببساطة هو عبارة عن جدول جدول فيه عامودين عامود بيحتوي على الفئات وعامود يحتوي على التكرارات ومن هون يجا الاسم التوزيع التكراري لأنه يحتوي على عامود اسمه التكرارات الآن وقلنا أنه لازم الفئات يجب أن تكون الفئات غير متداخلة الفئات يعني من حيث تنتهي الفئة السابقة تبدأ الفئة اللاحقة اثنين أنه نحاول تكون أطوال الفئات متساوية أطوال الفئات متساوية ثلاث أنه في هذا الجدول يجب أن يحتوي على جميع البيانات الأولية يجب أن يحتوي على جميع البيانات الأولية البيانات اللي جمعها الباحث أنا عندي بيانات الآن أريد أن أعرضها أو أن أعرضها باستخدام جدول اسمه التوزيع التكراري لذلك يجب أن أو يجب على هذا الجدول أن يحتوي جميع البيانات اللي جمحها هذا الباحث الآن موضوعنا اليوم خلينا نتعلم أو نعرف كيف نبني هذا التوزيع وحقيقة يعني اسم بناء فعلا إحنا كأننا بنبني بيت يعني واحد بده يبني بيت بيصمم البيت من البداية كم غرفة في هذا البيت وبعدين بيبلش يبني فيه أو يطور في بناء هذا البيت فإحنا بالنسبة لي التوزيع التكراري أول خطوة بنقوم فيها أنه بنحدد في هذا التوزيع عدد الفئات يجب أن نعرف عدد الفئات ونحددها منذ البداية وكأنني أشبهها بالغرف للبيت الذي سوف نبني خلينا احنا نشرح هذا الموضوع من خلال مثال أنا حاب أني أعطي بناء التوزيع التكراري نطبقه على مثال عملي ونشوف كيف نبني هذا التوزيع وأنا بقول الآن مبادئ إحصاء بدت بأهميتها وبالمواضيع المهمة وهذا يعتبر من أهم المواضيع اللي راح تمر معانا في هذا الكتاب أنا أعطيه أكبر أهمية لأنه يعني خلينا نحكي الوحدة الثانية أو الثالثة لما بناخذ مقاييس النزعة المركزية أو مقاييس التشتت كلها تعتمد على محتويات التوزيع التكراري لذلك الآن راح نبنى نبدأ في بناؤه ونشوف من ماذا يتكون هذا التوزيع وما هي الأعمد التي يحتويها هذا التوزيع وكل الأعمد الموجود في هذا التوزيع تعتبر مهمة ويجب عليكم أن تدرسوها بشكل صحيح وأن تفهموها بشكل صحيح وإذا في أي سؤال يريد ترسلو لي إن كان بالمنتدى أو إن كان بالإيميل بأي طريقة وأنا سأحاول أن أجيب عليكم لأن أنا أعتبر أنه هذه هي بداية المادة وما سيأتي بعدين هو مبني على هذه المعلومات خلينا أنه أخذ مثال لبناء توزيع تكراري لو قلنا ابني التوزيع التكراري للبيانات التالية لو أخذنا مجموعة بيانات أنا حقيقة بدي أعتمد على نختار عدد البيانات ما يكون كبير بشكل كثير وبهمنا أنه نفهم الموضوع أو نفهم الطريقة لبناء هذا التوزيع خلينا نأخذ البيانات لو قلنا مثلا 22 رقم كان إحدى القياه لو أخذنا هذه بيانات تمثل علامات final في مادة ما إذن ابني التوزيع التكراري للبيانات التالية التي تمثل علامات 30 طالب في امتحان نهائي في امتحان نهائي لمبادئ الأحصاء فخلينا نبدأ بالبيانات بأول شيء 22 لو أخذنا لو أخذنا 25 30 35 33 18 41 41 42 نأخذ كمان رقمين عشان نخليهم عشرة عشرة آآ 21 47 26 29 19 20 29 29 أخذهم بشكل راندملي آآ 38 36 35 35 17 19 19 نأخذ كمان عشرة صاروا عشرين نأخذ كمان عشرة نأخذ كمان عشرة لو حكينا آآ 17 17 16 21 22 32 32 32 33 35 35 35 41 45 46 عشرة آآ 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 3 12 13 14 15 16 19 20 21 22 25 25 28 29 30 إذن عندي 30 بيانة تمثل على ما طلال في مبادئ اللحصاء لامتحان نهاي خلينا نبدأ الآن ونشوف كيف نبني هذا التوزيع يتم بناء التوزيع حسب الخطوات التالية خلينا نضحها على شكل خطوات التالية أول شغلة لازم نقوم فيها أنه نحدد عدد الفئات وعادة تكون بين 5 و15 يعني من أفضل الأعداد لعدد الفئات تكون بين 5 إلى 15 وأي رقم تختارونه بين 5 إلى 15 صحيح في مثالنا هذا في مثالنا لتكون عدد الفئات ستة خلنا ناخد ستة مثلا خلي يكون عدد الفئات خليها ستة ما في مشكلة كله يعني لو أخذنا بين 5 و15 هو يعطي نفس النتائج ستة الآن الخطوة الأولى إذن بنحدد الخطوة الأولى بنحدد عدد الفئات الخطوة الثانية نجد المدى إحنا أصلا نلجأ إلى استخدام طريقة التوزيع التكراري لعرض البيانات لما بيكون المدى كبير شوي لما بيكون المدى كبير والمدى مهم جدا نعرف هذا المدى لأنه هو يعتمد عليه طول الفئة طول الفئة بعد قليل هي تعتمد في الواقع على المدى فالمدى ببساطة يساوي أكبر مشاهدة أو بيانة زي ما بدكوا سموها ناقص أصغر مشاهدة هذه تسمى observations بالانجليزي مشاهدات ناقص أصغر مشاهدة أكبر مشاهدة ناقص أصغر مشاهدة أكبر مشاهدة إذا تتبعنا البيانات عندنا منلاحظ أنه أنا باعتقد السبعة واربين ما في غيرها يعني بهذا الصف سبعة واربعين نعم سبعة واربين إذن سبعة واربعين ناقص أصغر مشاهدة حسب ما أنا شفت اللي هي الخمسطعش واحد وعشرين عندنا هون أصغر شيء واحد في تسعة عشر في سبعة عشر برضو أصغر نتبعها أكثر في سبعة عشر إذن أصغر شيء عندي سبعة عشر إذن السبعة عشر إذن أكبر مشاهدة كانت سبعة واربعين وأصغر مشاهدة هي سبعة عشر نعم صحيح يعني لازم يكون الواحد حذر لو عاد النظر إلى البيانات أكثر من مرة أفضل حتى ما يكون هناك أي خطأ في الحسابات فإذا منحسب هذه النتيجة سبعة واربعين ناقص سبعة عشر بيطلع عندي ثلاثين أنا حقيقة حاب أغير ما بدي لسبب في بالي ما بدي تكون سبعة عشر لو أخذنا هذا الرقم خليه خمسة عشر حتى في شغلة مهمة أنه حاب يطلع أنا طول الفئة على شكل كسر عشري مشان نحكي لكم في شو نتعامل مع هذه الحالة لأنه بالحالة الأولى رح يطلع عندي ثلاثين ثلاثين إذا بدي قسمه على ستة بيطلع خمسة ما عندي مشكلة سهلة موضوع طول الفئة لكن أنا حاب تكون مثلا سبعة وربعين ناقص خمسة عشر اللي هو بيطلع عندي اثنين وثلاثين طبعا طول اللي هو المدى رح يكون عندي ثنين وثلاثين أرجو أنها تكون واضحة اللي هي الخمسة عشر تعديل اللي صار عندي فيه تعديل عندي هون أو ممكن أني أشيل هذه هذه خمسة عشر أضيف منضيفة هون هاي خمسة عشر أشيل هذه إذن أصغر بياني عندي كانت هي الخمسة عشر فالمدى أكبر مشاهدة ناقص أصغر مشاهدة احنا هنا المشكلة في هاي المادة إنه بنكتب بالعربي لكن رياضيا نكتبه أو نتعامل مع اللغة الإنجليزية لذلك هي بتكون معكوسة القوانين لكن هي مش صعبة إنه الواحد يميز التغيير اللي بيصير فيها الآن إذن الخطوة الأولى بنحدد عدد الفئات وحددنا عددها ستة الخطوة الثانية بنحدد المدى الخطوة الثالثة وهي المهمة نجد طول الفئة اللي برمزوله خلينا نستخدم رمز إله حرف يوناني بيسموه دلتة يقرأ يقرأ دلتة خلاص احنا هذا من الآن فصاعدا مجرد ما شفنا الدلتة أو المثلث اللي شايفينه هذا الحرف نقرأ الدلتة وهذا يعني طول الفئة وهذا يعني طول الفئة طول الفئة يساوي في قانون بسيط إله طول الفئة بساوي المدى على عدد الفئات ولهذا احنا جهزنا مسبقا عدد الفئات اللي هو شو بساوي إذن دلتة ماذا تساوي أصبحت عندي لو أخذناها باللغة الإنجليزية أو العكس المدى عندي هايو اثنين وثلاثين على عدد الفئات كديش عندنا ست طبعا هون احنا لو أقسمنا اثنين وثلاثين تقسيم ستة اللي هي أنا معيش لحاسبة لكن هي بتكون عندنا خمسة وثلاث وهو عدد خلنا نقول ثلاثة وثلاثين مش مشكلة أو خلينا نأخذها تقريبا لأنه بتطلع دورية خمسة بوينت ثري فلنقل خمسة بوينت ثري إذن طول الفئة هي خمسة بوينت ثري لأنه عشرين تقسيم ستة تعطيني ثلاث دوري ثلاث عاد فإحنا في مثل هاي الحالة مش غلط إحنا لو أخذنا بكفي ثلاث واحدة لأنه إحنا في الواقع أصلا راح نشوف هذا ما بيأثر علينا حتى لو أخذنا ثلاث وثلاثين أو حتى لو أخذت كلها ثلاثات نستطيع مشان ما يكون عندكو أي مشكلة لو أخذنا ثلاث ثلاثات مش مشكلة في خصوصا هذا النوع من البيانات اللي أنا بتعامل معها إذن الآن ذلت طول الفئة هو خمسة وهنا أنا ثبتت طول الفئة يعني بهذه الطريقة إحنا حصلنا على طول فئة ثابت طول فئة ثابت عفوا الآن بالنسبة لطول الفئة طول الفئة برضو بدي أكتب هاي الملاحظة هنا ملاحظة طول الفئة الفئة يجب أن يكون أن يكون متناسق مع البيانات ماذا نعني متناسق فإذا كانت كانت البيانات أعداد أعداد صحيحة أعداد صحيحة يجب أن يكون طول الفئة عدد صحيحة وإذا كانت البيانات ذات منزلة ذات منزلة عشرية واحدة يجب أن يكون كذلك طول الفئة ذو منزلة عشرية واحدة وهكذا وهكذا المقصود به وهكذا أنه إذا كان كمان البيانات ذات منزلتين عشريتين يجب أن يكون طول الفئة كذلك بنفس الشكل ذات منزلتين عشريتين والمقصود بالمنزلتين العشريتين يعني بعد الفاصل في عندي رقمين في عندي عددين ثلاث منازل عشرية أي عندي ثلاث أعداد بعد الفاصلة العشرية منزلي واحدة يعني عندي عدد واحد بعد الفاصلة العشرية إذن سؤالي الآن يجب تقريب طلع عندي 5.33 الدلتان وهذا لا يجوز لأن البيانات عندي أعداد صحيحة إذن لازم أقرب هذه إلى أقرب إلى الأعلى وإلى شكل البيانات يعني ما هو العدد الصحيح اللي أكبر من 5.333 إلى آخره طبعا عدد دوري بيكونه بده يكون كم بده تكون طبعا أكيد 6 هنا أنا بدي أحاول طبعا بمثالنا الآن طول الفئة الرسمية رح تكون هي 6 لأنه أنا طلع عندي دلتا 5.333 إذلك أنا قربتها إلى الأعلى التقريب إلى الأعلى التقريب دكتب الملاحظة مشان ما تروح عن بالكو التقريب دائما يكون إلى الأعلى يعني مش مثل مش مثل قاعدة الرياضية اللي بنقرب فيها الأعداد إذا كان فوق النص بنقرب إلى الأعلى وإذا كان أقل من النص نقرب إلى الأسفل هنا دائما إلى الأعلى وهذا هو السبب في ذلك لأنه هم الباحث أن يحتوي على جميع البيانات اللي عنده بده التوزيع التكراري اللي بده يبنيه يحتوي جميع البيانات الموجودة لديه لذلك هو بيحاول أنه كونه مقرب بيحاول يقرب إلى الأعلى حتى يضمن دخول جميع البيانات الموجودة لدينا هنا أنا هنا ممكن طلاب يسألوا عن طيب افرض أنه البيانات كانت ذات منزلة عشرية واحدة وكانت دلتة طلعت مثال مثال بسيط حول كيف نقرب دلتة حسب البيانات الموجودة في الدراسة الحال الأولى إذا كانت البيانات ذات منزلة واحدة منزل عشرية طبعا واحدة كيف تصير عملية التقرير إذا حسبنا دلتة وكانت دلتة مثلا 2.56 البيانات ذات منزلة عشرية واحدة إذن لازم تكون الدلتة بعد الفاصل هون لازم يكون عندي رقم واحد لأنه البيانات ذات منزلة عشرية واحدة لذلك أنا أقرب هذه إلى الأعلى وتقريبها إلى الأعلى بكل بساطة إنه بنزيد واحد على المنزلة العشرية الأخيرة يعني هذي الستة بنزيد واحد على الخمسة بصير اثنين بوينت ستة افرضوا كان مثلا مثل مثلنا الآن ستة بوينت ثري مثلا ولو مهما يكون يعني عندي عدد لا نهائي من الثري مش مشكلة إذا البيانات ذات منزلة عشرية واحدة بكل بساطة فقط أضيف على المنزل العشرية الوحيدة اللي بتيجي بعد الفاصلة مباشرة هذي أضيف عليها واحد يعني هذي بتقربوها إلى 6.4 بكل بساطة ولغوا الباقي افرضوا كانت دلتة عندي بتساوي 4.2476812 مهما يعني هذا رقم كبير وفي عندي منازل عشرية كثيرة وكانت البيانات على شكل منزلة عشرية واحدة شو اللي بصير اللي بصير فقط ما عليك إلا تضيفه على أول ما هو منزل عشرية واحد البيانات إذن بس بضيف على أول منزلة اللي هي بتضيف عليها واحد فهذه بقربها إلى الأعلى فبصير عندي هذه 4.3 بكل بساطة وبلغي الباقي وكذلك بالنسبة إذا كان عندي منزلتين عشريتين البيانات عندما إذا كانت البيانات ذات منزلتين عشريتين برضو بنفس الآلية إذا كانت دلتة مثلا بتساوي مثلا مثل الرقم اللي فوق بما أنه البيانات ذات منزلتين عشريتين إذن اللي بصير عندي فقط بضيف واحد على المنزل الثاني يعني هاي 24 بتصير 25 يعني هذه بتصير 4.25 أنا بزيد واحد على آخر ورقم بمثل عدد المنازل التي البيانات بتكون على شاكلتها ف4.25 بكل بساطة دائما إذن أقرب إلى الأعلى دائما إلى الأعلى لا تنسوا هاي المعلومة بكررها أكثر من مرة لو كانت دلتة مثلا بتساوي 6.333 مثلا إذن بقرب إلى الأعلى فبصير هذه بصير 6.34 وهكذا لو كان عندي ثلاث منازل لو كان عندي البيانات ذات ثلاث منازل عشرية بضيف على ثالث منزل بعد الفاصلة واحد فقط إذا كان عندي أربع منازل البيانات شكلها أربع منازل بعد الفاصلة العشرية بضيف واحد على رابع منزل موجود في قيمة الدلتة إذن هاي أرجو أني أكون وضحت كيف عملية التقريب لطول الفئة وهذا يعتبر هام جدا وأهم نقطة في أننا دائما نقرب إلى الأعلى ويجب أن يكون شكل العدد الذي يمثل طول الفئة مشابه إلى شكل البيانات إذا كانت البيانات أعداد صحيحة كانت دلتة عدد صحيح وإذا كانت ذات منزلة عشرية واحدة كانت دلتة ذات منزلة عشرية واحدة يعني دائما نقرب ولو حصلنا على دلتة باستخدام الآلة أو الآلة الحاسبة أو الكالكوليتر أكثر من منزلة واحدة فبقرب إلى منزلة واحدة وبس بضيف واحد على هذه المنزلة لو كانوا منزلتين إذن بضيف واحد على الدلتة على المنزلة الثانية لو كانوا ثلاث منازل بضيف على قيمة دلتة المنزلة الثالثة واحد وبهذا بكون قربت دلتة بطريقة صحيحة وقربت إلى الأعلى بحيث أشمل جميع البيانات الموجودة في بحثي إذن وصلنا في بناء التوزيع التكراري برجع إلى هذه الصفحة وصلنا إلى أن الدلتة ظهرت عندنا الآن أو استطعنا أن نحددها وكانت ستة الآن الخطوة التي تلي ممتاز نحن الآن استطعنا أن نحدد دلتة أول شي عدد الفئات اثنين حسبنا المدى مشان نحسب قيمة طول الفئة أو الدلتة الآن يبقى علي أني أبدأ في بناء الفئات اللي هي البيوت زي ما شبهتها أنا في البيت فأنا خلينا نيجي نضع أربعة وأثبت هنا أو أعطي أهمية كبيرة بالنسبة للفئة الأولى إذن الفئة الأولى هي الأهم الفئة الأولى هي الأهم في الواقع هي لأن الفئات الأخرى بتكون سهلة ما في مشكلة بالبداية خلينا نعرف شو الفئة الفئة هي دائما الفئة تتكون من حدين من حدين حد حد أدنى وحد أعلى الآن بالنسبة للحد الأدنى للفئة الأولى إذن خلينا نحكي بناء الحد الأدنى للفئة الأولى أنا الآن موضوعي أن أجد الفئة الأولى الحد الأدنى للفئة الأولى بكل بساطة هو أصغر من أو يساوي أصغر مشاهدة ويفضل ويفضل اختيار أصغر مشاهدة أصغر مشاهدة من بين المشاهدات من بين المشاهدات ففي مثالنا إذن في مثالنا الحد الأدنى ماذا أصبح هنا يساوي بكل بساطة الحد الأدنى أصغر مشاهدة إذا بترجعوا إلى حساب الدلتا أصغر مشاهدة هي الخمسطعش أرجو أنها تكون واضحة هذه الخمسطعش أعتقد أنها واضحة هي خمسطعش إذن الحد الأدنى أنا راح أعتبره خمس طعش خمسطعش الحد الأعلى الآن للفئة الأولى برضو الحد الأعلى للفئة الأولى يساوي هنا في قانون حقيقة يساوي الحد الأدنى زائد دلتا اللي هي طول الفئة ناقص وحدة دقة إذن الحد الأدنى هو الحد الأعلى يساوي الحد الأدنى زائد دلتا ناقص وحدة دقة يعني في سؤالي أنا أستطيع الآن أن أحدد الحد الأعلى الحد الأدنى يساوي خمسطعش زائد دلتا ستة ناقص وحدة الدقة واحد وحدة يعني واحد وحدة جاءت من واحد الآن رح أحكي عنها هذه تحتاج مننا إلى توضيح أكثر لكن خليني أحسب أنا الحد الأعلى وبعد بعدها رح أحكي عن وحدة الدقة الآن إذا حسبنا هذه خمسطعش زائد ستة واحد وعشرين ناقص واحد إذن بدتها تكون قديش عندي هذه عشرين إذن الفئة الأولى في التوزيع في التوزيع التكراري هي ما هي هي خمسطعش هو الحد الأدنى إلى إلى أشرين خمسطعش إلى أشرين الآن بالنسبة لوحدة الدقة وحدة الدقة ماذا نعني بوحدة الدقة وحدة الدقة بل أحاول أكتب كل شيء لكو مشان يكون إنكو عون عند دراستكم تستطيعوا أن تجدوا كل شيء في التلخيص وحدة الدقة وحدة الدقة تتناسب مع شكل البيانات برضو لاحظوا كل شيء يرتبط في البيانات إذا كانت كانت البيانات أعداد صحيحة كانت وحدة الدقة الدقة واحد وبدأ أضع تحت واحد خطين لكن افرضوا كانت البيانات على شكل ذات منزل عشرية واحدة منزل عشرية واحدة وإذا كانت وإذا كانت البيانات ذات منزلة عشرية واحدة واحدة كانت وحدة الدقة الدقة تساوي واحد بالعشرة واحد بالعشرة إذن دائما بيكون في عندي واحد إذا كانت أعداد صحيحة بيكون واحد صحيح إذا كانت ذات منزلة عشرية واحدة كان الواحد مكتوب على شكل واحد بالعشرة طب إذا منزلتين إذا كانت البيانات ذات منزلتين كانت وحدة الدقة شو كانت وحدة الدقة هي واحد أو zero point zero one واحد بالمية يعني يعني كأنه عندي منزلتين لكن الواحد برضو موجود وجاي اللي هو ثاني بالمنزل الثاني في العشرية الثانية لو كانوا ثلاث لو كانوا ثلاث منازل ثلاث منازل عشرية كانت وحدة الدقة برضو كانت وحدة الدقة فاصلة zero zero one وهكذا وهكذا تتناسب وحدة الدقة مع شكل البيانات طبعا أنا في مثالي في مثالي وحدة الدقة هي واحد وحدة الدقة هي واحد لأن البيانات أعداد صحيحة إذن لغاية الآن إحنا استطعنا أن نجد أو أن نصل إلى بناء أول فئة من فئات التوزيع التكراري وحقيقة تعتبر هي الأهم انظروا كيف تكون هي الأهم لأن الفئات الأخرى معتمدة على هذه الفئة إذن الآن أنا بقدر أبدأ في بناء الجدول اللي هو جدول التوزيع التكراري وجدول عادي زي وزي أي جدول آخر لكن نضع عنوان هنا لكلاصز أو الفئات الفئات الآن أحنا بهمني الفئات الفئة الأولى من بين الست فئات إحنا إحنا صممنا التوزيع وقلنا أنه بدنا نعمل نبني ست فئات زي ما إحنا شايفين في هذا قلنا ست فئات إحنا عرفنا الفئة الأولى اللي هي طلعت عندي من خمسطعش إلى عشرين من خمسطعش إلى من خمسطعش إلى عشرين هي الفئة الأولى طبعا بجوز فيه واحد يقول طب من خمس عشرين ناقص خمسطعش خمسة طب طب ما هي ستة طول الفئة ستة كي شو اللي صار اللي صار اللي صار إنه لا تنسوا إنه في عندنا قصطنا وحدة دقة هي إذا بنا نحسبها باليد نستطيع بالأصابع إنه نحسبها إنه نحكي خمسطعش ستة سبعطعش ثمانطعش تسعطعش عشرين عشرين إذن فعلا أنا هنا هذه الفئة طولها ستة لأنه أنت أو أنت ابدوا عدوا من الخمسطعش من قول خمسطعش ستة سبعطعش ثمانطعش تسعطعش عشرين إذن فعلا طول الفئة ستة بالنسبة للفئات الباقية ستة إحنا بنين فئة واحدة بقي عندنا خمسة البقية بكل بساطة بكل بساطة أضيف ستة إلى كل حد يعني خمسطعش زائد ستة تعطيني واحد وعشرين العشرين زائد ستة تعطيني ستة وعشرين الواحد وعشرين زائد ستة تعطيني سبعة وعشرين ستة وعشرين زائد ستة تعطيني اكدهش اثنين وثلاثين سبعة وعشرين زائد ستة ثلاثة وثلاثين لاحظوا فيه زائد واحد دائما لاحظوا عشرين واحد وعشرين 26 27 32 33 خلينا نزيد 6 هون هذه 38 هل لازم تكون 39 خلينا نشوف 39 ناقص 33 برضو 6 إذن زائل 44 كيف وصلنا؟ 1 فئة الأولى 2 3 4 5 يبقى عندي فئة أخيرة اللي هي خلينا نضيف 1 على 44 تبصير 45 وبنضيف 6 على إذن بنوصل إلى 50 بهذا بنكون بنينا 6 فئات زي ما احنا شايفين 1 2 3 4 5 6 مرضو بدي أكتب لكم الملاحظة أو كيف وجدنا بقية الفئات فقط نضيف طول الفئة إلى كل حد إذن لإيجاد خلي أنا بدي أترك فراغ هون لأنه أنا بخطط للمستقبل حقيقة في المحاضرة القادمة اليوم راح أتوقف بعد قليل بنكمل بناء التوزيع التكراري لأنه حكيت التوزيع التكراري يحتوي على فئات ويحتوي على تكرارات راح أكون شغلنا في بداية المحاضرة القادمة كيف نحدد هذه التكرارات بناء على البيانات الموجودة لدينا الآن بس بدي أضيف فون ملاحظة لكتابة أو لبناء الفئات الأخرى فقط نضيف طول الفئة اللي هي سميناها بالدلتا وأرجو أنه تتعود على هذا الرمز إلى كل حد من الحدين الأدنى الأدنى والأعلى يعني إحنا كل من ضيف طول الفئة لحد نجد الحد الذي يليه يعني المقصود بهذه العبارة قد لا تكون بشكل دقيق لكنها مفهومة من خلال الجدول إنه إحنا فقط بضيف كل حد يعني الخمسة عشر ضفت عليه ستة فوجدت الحد الأدنى للفئة التالية العشرين أضفت ستة فوجدت الحد الأعلى للفئة التالية الواحد وعشرين أضفنا ستة فوجدنا الحد الأدنى للفئة التي تلي ستة وعشرين أضفنا إلى ستة فوجدنا الاثنين وثلاثين اللي هي تمثل الحد الأعلى للفئة الثالثة وهكذا إذن نستطيع أن نجد ملاحظة هنا ملاحظة الفرق بين كل حد والحد الذي يسبقه هو يمثل بطول الفئة إذن من الآن فصاعدا تخيلوا أنه إحنا أعطيناكم مثلا جدول جاهز وقلت لكم ما طول الفئة في هذا الجدول بكل بساطة فقط نطرح أي حد من اللي قبله 21 ناقص 15 6 خذوا عشوائيا 39 ناقص 33 6 50 ناقص 44 6 38 ناقص 32 6 إذن إحنا نقفز من فئة إلى أخرى بطول الفئة بطول الفئة لاحظوا هذا اللي صار الفارق هنا يعني وحدة الدقة إحنا هنا طرحناها بالفئة لحد الأعلى هنا لكن أضفناها موجودة هنا وهذا اللي بيجعل الفاصل لحظه غير متداخل الفئات إذا نظرنا إلى هذه الفئات نجد أنها غير متداخلة وراح نشوف كمان رح تحتوي جميع البيانات أنا متأكد من ذلك لأنه لو تتبعنا البيانات أصغر بيانة كانت 15 لما حسبنا المدى وأكبر بيانة 47 إذن رح تكون 47 ضمن الفئة الأخيرة وبالتالي بيكون كل شيء كل البيانات داخل هذا الجدول بهذا نكون اليوم نتوقف عند هذا الحد وإن شاء الله المحاضرة القادمة بنكمل بناء التوزيع التكراري شكرا لاستماعكم